نروح للشباب الصغير بقى اللي محدش بيعرف عنهم حاجة أنا كنت بكلم في البداية انه في أوقات كتير جدا شفنا يعني في بعض التجارب تلمتص مثلا النهاردة على نجوم زي زين الدين زيدان نجوم زي كريم بنزيمة نجوم زي حنة بقى على مثلا اللي بيلعب للمنتخب التونسي ولعب منشستر يونايتد زيدان مثلا وبنزيمة اللي كانوا بيلعبوا منتخبات الجزائر بتالي كانوا قدروا يحققوا مع يعو يوصلوا بالمنتخب الجزائري مثلا لحتة تانية خالص القدرة على استغلال أبناء الجيل الثالث والرابع الموجودين من أصول إفريقية عموما ومن أصول مصرية خصوصا شايفها ازاي؟ وعلى مدار السنين اللي فاتت مش بكلم في الوقت الحالي بس نجحنا في دولة لأ طيب شايفها ازاي دي أنا عايز أرجع شوية كده أستاذ أحمد لورة شوية يعني من 2008 شوية من 2008 ده احنا بنتكلم في حوالي تقيمة 13 سنة من 13 سنة وأنا حقيقة مؤمن بالموضوع ده وشغال عليه فعلا لأنه فعلا عندنا لعيبة مصريين موجودين في أوروبا وفي أندية العالم بشكل عام كلها يمكن احنا هنا في مصر ما عندناش خلفية بهؤلاء اللعيبة ايه التحدي الكورة نفسه ما عندوش داتة الخاصة بهؤلاء اللعيبة فمن زمانه اشغال على القصة دي وعايز اقولك وانت ذكرت تجربة اللعيبة اللي زي زيد دين زيدان أو بنزيمة أو حنى بعل ايه او رامي شعبان واستفان شعراوي او رامي شعبان واستفان شعراوي لو تفتكر الموضوع ده حقيقيه في أفريقيا بشكل عام بدأ من بدر شوي واخدك بالذاكرة لو نفتكر في تصفيات كهس العالم 2002 مع كابتل محمود الجوهري ما كان معنا السنغال في التصفيات لو تفتكر كان برونو ميتسو تولى تدريب منتخب السنغال منتخب السنغال وقتها على الخريطة كان وقتها المنتخب السنغالي على الخريطة في أفريقيا وقت ما تولى برونو ميتسو المسئولية ما كانش المنتخب ده موجود على الخريطة خالص بس الرجل ده تحرك بشكل مختلف انه ابتدى يشوف اللعيبة اللي هي فعلا من المهاجرين في أوروبا اللي اتولدوا بره وبالعبوا في أندية فرنسية حتى في الدرجة التانية مش في الدوري الممتاز في فرنسا وجاب فعلا بهم فريق وصل على حساب منتخب مصر لكاس العالم وكان منتخب مرعب ولو نفتكر في أول مباراة في الاتتاع كسبوا فرنسا كمان وكان منتخب وقتها لو تفتكر السيد أحمد كان لي عبرها شهيرة جدا كان بتقال عنه في الصحافة العالمية كان منتخب كانوا مسميه ميدين فرنسا المنتخب كله كان لعيبة جابهم من فرنسا جابهم من فرنسا غير المنتخب كله وصل بيكاس العالم وكسبه فرنسا الحال انه تكرر نفس الموقف ده وانا اقوله لك ليه برضو كل ده عشان نشوف كل ده حصل قدام عينينا واحنا ما استفدناش منه وحصل قدام مصر يعني أول مثال كان مع السنغال مرت الأيام ودخلنا في 2010 مع كابتن حسن شحاته وكان عندنا أفضل جيل جيه في تاريخ الكرة المصرية جيل الزهب الكرة المصرية أول ما أعلنت القرعة المؤهلة الكاسي العالم لو حدوك تتذكر كان معنا منتخب الجزائر وكان منتخبين تأمين مش فاكرهم كان مجموعة سهلة جدا كان أبرزها الجزائر وحتى الجزائر وقتها كانت في الخريطة الأفريقية فأضعف أحوالها دمتش السودين ده بالضبط لدرجة أنه وقتها أول لما أعلنوا القرعة الناس في مصر كان بتحتفل وأنا فاكر كان بتحتفل أول ما شاف القرعة أنه إحنا خلاص وإحنا كاس عالم الجزائر فعلا في الوقت ده ما كانتش لها أي قوة خالص هنا وبحير وراوة اللي هو رئيس الاتحاد الجزائري في الوقت ده الراجل ده بدأ يعمل نفس اللي عمل برونو ميتسو في 2002 إنه ابتدى يشوف اللعيبة اللي هي من أصول جزائرية اللي موجودة في فرنسا وموجودة في إيطاليا بتلعب مش تازم في التوب تيمز ممكن في أندية في المتوسطة في فرنسا وفي إيطاليا جابهم وعمل منهم منتخب جزائر كان مرعب قدر إنه هو ينافس منتخب مصر بجلها الدهبي وبرضو تتكرر نفس السيناريو ووصلوا على حساب منتخب مصر الكاس العالم وابتدى من هنا من النقطة دي يبقى منتخب الجزائر لحد النهاردة منتخب بيعتمد على اللعيبة أصحاب الأصول الجزائرية لحد النهاردة نحن نشوف الجزائر منتخب مرعب وشوفنا كمان في 2014 وصلوا لحد دور 2016 وخرجوا بالعافية لو تتذكر منتخب ألمانيا بعد وقت إضافي وشوت رابع فالموضوع ده